التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينج موجزوا الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم انطلقت اليوم المرحلة الثانية من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لفلسطين تتضمن القافلة أكثر من 126 شاحنة محملة بأكثر من 2400 طن من المواد الغذائية والأدوية والمسلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس ويشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استهدفت مدفعيات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم لبريج وسط قطاع غزة في وقت سابق أعلانت وكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن مستشفى كمال عدوان شمال القطاع استقبلت الشهداء والمصابين كما توغلت عدد من آليات الاحتلال في بلدة بيت حنون شمال غزة وحاصرت مدرسة تأوي نازحين في البلدة وأطلقت النيران عليهم أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تزال تسعى إلى اتفاق لتبادل المحتجزين من شأنه أن يسمح بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في المقابل أكدت حركة حماس أن سلطات الاحتلال تسعى للتوصلي لاتفاق للإفراج عن محتجزيها تستأنف بعدها حرب الإبادة التي تقوم بها في قطاع غزة منوهة إلا أن قوات الاحتلال فشلت مرارا في الإفراج عن محتجزيها بالقوة وأكدت الحركة أنه لا بديل عن صفقة تبادل حقيقية وأن الوقف الدائم لإطلاق النار هو الضمانة الوحيدة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف شلال الدم والمجازر مشددة على أنها لن تتنازل عن الانسحاب الكاملي وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم دعا وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين إسرائيل إلى الضبط النفس بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل وخلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء العراقي في واشنطن أكد بلينكين أنه يعمل على منع التصعيد في المنطقة مجددا وأضاف بلينكين أنه خلال الست وثلاثين ساعة التي تلت الهجوم قامت الولايات المتحدة بتنصيق رد ديبلوماسي سعيا لمنع التصعيد مؤكدا على استمرار اتصالاته مع نظرائه بالمنطقة إلا أنه أكد في الوقت ذاته على التزام بلاده بالدفاع عن إسرائيل وحماية القوات الأمريكية في المنطقة أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفيال جروسي عن قلقه إذا احتمال استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية لكنه أكد أن عمليات تفتيش الوكالة للمنشآت الإيرانية ستستأنف اليوم وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتي هليفي إن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع بالصواريخ والطائرات المسيرة أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ييلن أن بلادها ستستخدم العقوبات وتعمل مع الحلفاء لمواصلة عرقلة بما وصفته بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وأضافت ييلن أن أفعال إيران تتسبب في تداعيات اقتصادية لافتة إلا أن وزارة الخزانة استهدفت أكثر من 500 فرد وكيان على صلة بإيران التقى المستشار الألماني أولف شولتز في بكين الرئيس الصيني تشي جيمبينغ وذلك في اليوم الثالث والأخير من زيارته للصين وأكد الرئيس الصيني خلال اللقاء أن العلاقات الثنائية مع ألمانيا ستستمر في التطور بشكل مضطرد ظل محترم كل منهم الآخر وسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات جانبا وكان شولتز قد أكد في وقت سابق أن اجتماعه مع الرئيس الصيني سيركز على كيفية المساهمة بشكل أكبر في تحقيق سلام عادل في أوكرانيا انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل